منذ أن انطلقت صناعة السيارات في اليابان تحولت إلى رأس الحرب الذي يشق طريق الاقتصاد الياباني نحو العالمية والازدهار شركة هوندا، واحدة من تلك الشركات اليابانية التي بنت سمعتها على الجودة المتميزة والريادة في دخول ميادين جديدة وآخرها تطوير الروبوت أسيمو الذي تقول إنه يعبر عن رؤيتها لمفهوم النقل في المستقبل وحتى قبل أسيمو بأربعين عاما كانت هوندا أول شركة يابانية تدخل سباق سيارات F1 لتعزيز سمعتها العالمية ولكن تلك الرؤى والطموحات الكبيرة التي تمثل عماد استراتيجية الشركات اليابانية تصطدم بأزمة مالية عالمية دفعت هوندا لإعلان انسحابها النهائي من سباقات F1 لتوفير نفقات الفريق التي تقدر بـ 300 مليون دولار سنويا مفاجئة بذلك مختلف المستويات الشعبية والحكومية هذا أمر مؤسف إنها واحدة من أشهر الشركات في العالم ونأمل بأن تتمكن من تجاوز مصعبها في المستقبل قرار هوندا أثار الشكوك بقدرة الشركة اليابانية على مواجهة الأزمة المالية العالمية فقد تزامن مع إعلان شركات السيارات اليابانية الأخرى عن تخفيض إنتاجها لهذا العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار القادم بمليون وتسعمائة ألف سيارة وكذلك تسريح 14 ألف عامل مؤقت للتعامل مع الانخفاض الكبير في الطلب على منتجاتها في الأسواق الأجنبية وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ودفع ذلك الحكومة اليابانية التي تخشى أن تواجه صناعة السيارات المحلية مصيرا مشابها لنظيرتها الأمريكية لتخصيص عشرة مليارات دولار لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بعمالها خاصة المؤقتين منهم تقود صناعة السيارات الاقتصاد الياباني وتشير القرارات التي تتخذها الشركات اليابانية إلى أنها تستعد لمواجهة سنوات عصيبة بينما لا تتوقع أي انفراج قريب للأزمة المالية العالمية فدي سلامة الجزيرة توكيو